اهلا بك يا شباب عاملين ايه اليوم طريق التسجيل في وان اكس بيت ازاي تعمل ايميل وتديف في البرومو كود وتستفاد بمكافئة يوم الجمعة والاتنين والاربعة وتاخد مكافئة كمان 200% على اول اداعة لما تفتح العب الكيشة هيظهر لك بالشكل ده تضغط على التسجيل هيظهر لك اربع خيارات احنا في الطريقة دي نختار الخيار الكامل اللي هو نسجل بالطريقة الكاملة هيفتح معنا كده كل المعلومات الشخصية اولا نكتب اسم العائلة يعني ده ببقى اسم الاب باسم الجد يعني اي حاجة انا هنا كتب البوب باي حاجة يعني عادي وننزل في البلد مصر وهننزل ونختار المحافظة لو انت محافظتك موجودة اختار المحافظة ممكن تختار ايجيبت زي ما انا مختار كده والجهزة اي حاجة وهنجي بقى عن تاريخ الميلاد حاول تحط تاريخ ميلادك صح عشان يجيلك المكافئات بتاع ايد الميلاد لما بيجي ايد ميلادك بيديك مكافئات لما بتسجل ايد ميلادك صح بننزل طبعا بالجنيه المصري وبنسجل البريد الالكتروني ورقم الهاتف الرقم الهاتف ما تكتبش الزير الاولاني يعني زيره عشرة اكتب عشرة على طول بنكتب اول رقم تليفون وبتعمل كلمة السر وتنزل بقى البرومو كود البرومو كود بتاعنا 1X اندرسكول اللي هي تحت العلمة الشرطة اللي تحت 8-99-615 ده البرومو كود اللي هديك المكافئات لازم تسجل بيه ضروري يعني عن تحديد المكافئات هنخليها رياضية زي ما هي وهنعلم على الخيارات دي كلها تمام بقى كم ندوس على علامة الصح دي وهنستنى يحمل بس كده وتظهرنا علامة انا لست روبوتة تعلم عليها صح دي وبعد ما عدتها هيجي لك رسالة تفعيل على رقم التلفون اللي انت سجلت بيه وتدخل الرسالة هتدخل رسالة وتكمل الخطوات هيزهر لك بقى هنا اسم المستخدم وكلمة السر اللي انت حطتها اول بقى تخدها كوبيث بقى تخليها معاك يعني ندوس على التالي كده الحساب فتح معنا هنبدأ بقى ندوس على القايمة هندوس على علامة الترس اللي فوق دي قطي هندوس على علامة اللي فوق بعد كده املأ البنات الشخصية هندخل اسم الاب مكان الولادة مكان السكن نوع الوثيقة نوع الوثيقة دي هنختار ناشرن اي دي كارد اللي هي البطاقة بتاعتك دي كده البطاقة هننزل عند الرقم السلسولي ده ملوش لازمة رقم الوثيقة ده رقم البطاقة بتاعتي ده لازم تكتبه وهتنزل تحت عن تاريخ الاستدار هتكتب برضو تاريخ الاستدار بتاعتها والجهة المصدرة منها وهتكتب تاريخ الاستدار تاريخ الاستدار ده يعني التاريخ اللي تعمل فيه البطاقة هتلاقيها في الظهر البطاقة والجهات اللي صدرة منها يعني انت تتبع اسم ايه بقى هندوس على علامة الصح دي نكمل خطوات وبرضو انا System Robot ونكمل بقى الخطوات دي يجيب لك تم تجيير المعلومات بالنجاح كما نفعل البريد الإلكتروني هندوس عليه تفعيل هتظهر لك الصفحة دي هتدوس إرسال الرمز بقى كيه برضو هتعدي أنا راست الروبوت بقى كيه يقول لك هي سيتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني هتفتح بقى الحساب بتاعك الجيميل أو اللي انت مسجل به هتظهر لك رسالة زي دي هتدوس عليه اكتمال التسجيل بس هتلاقي هنا في الحساب أول ما تدوس اكتمال التسجيل هتلاقيه تلع وخلاص فعل بقى ما فيش جنبه كلمة تفعيل بعد كيه ندخل على أداة الأمان لازم كلهم يبصح بعد كيه ندخل على المصادقة الصناعية دي مكتوب عليها معطالة تدوس عليها هتفتح لنا بالمنظر ده ممكن نعملها بطريقتين يظهر QR Code بس ده لازم يبقى الApplication متنزل في جهاز تانا عشان تنسى QR Code بعد كيه بقى الطريقة التانية هندوس تثبيت الApplication بعد ما خلصت تابع باسم الحساب هترجع تاني واتدوس افتح ويظهر لك العلامة دي اللي انت تحفظ مفتاح الأمان هتدوس حسنا ويظهر لك رمز متغير الرمز ده ترجع تكتبه في وان اكس بيت وبعد كيه تدوس اكد وبعد كده هيبعت الرسالة على الرقم التلفون اللي انت مسجل به تمام الرسالة تيجي تكتب الكود اللي هيجي في الرسالة وتدوس اكد برا اللي هيزهر قدامك ده ده انت ممكن تاخده نسخ عشان تحفظه عشان اللي حابب تعطل البرنامج ده تنمي كده خلاص احنا خلصنا كله كله بقى تمام هنروح على صفحة الاداع وانديها بقى بشكل طبيعي واللي مش عارف طريقة الاداع ازاي احنا عاملين فيديو على القناة ازاي تعمل الاداع بكذا طريقة تمام هنعمل طريقة الاداع العادية هنكمل فيها بس تم انشاء طلب الاداع بنجاح وكده بقى مبروك عليك 200% من كمت الاداع بس اهم حاجة ما تقلش عن 1 يورو اللي هي 33 جنيه وما تزيدش عن 100 يورو اللي هي بيبقى حوالي 3000 جنيه اول الاداع ده بس هو اللي بيطول يعني ممكن اول الاداع ده يقعد معك روباء ساعة عشان يوصل لكن بعد كده الموضوع بيبقى سالس ما تنساش بقى تشترك في القناة وتعمل اللايك للفيديو ده ولو محتاج اي حاجة اكتف في الكومنتات سلام